ضيفنا اليوم رح بيكون شاعر المسرحي والفنان التشكيلي وهو مدرب ومحاضر جامعي بدور العلاج بالفنون والتنمية الزيتية الصدر لإله مجموعة كتب شعري ترجمت لأكثر من لغة وهو أيضا حائز على الميدلية الذهبية بستوديو الفن وهو أدهم الدمشقي يلي بيصده له صباح الخير وراح فيها براديو أنبياء الصباح الخير صباح النور جين كيف الصحة؟ تمام الحمد لله اليوم ضيفنا أدهم لحتى نحكي عن معرضك يلي هو تحت عنوان عنبر بس أنا قبل ما أفوت هيك وأحكي عن هيدا المعرض وعن الرسومات اللي هي موجودة بدي شوي أتوقف عند مدرب ومحاضر جامعي بدور العلاج بالفنون والتنمية الزيتية ما أقدر نعرف كيف تفسرنا أكثر؟ نعم من فترة يعني من خلال سنتين لهلأ عم بعطي سلسلة محاضرات بالجامعة الأمريكية ببيروت AUB for seniors حول دور الفن بالعلاج وبالأفكار الإيجابية وبالتنمية الزيتية حلو يعني قديش نحن اليوم بحاجة حتى كل العالم بحاجة لتأخذ دروس بهيدا الشيء طبعا خاصة إلا عايشين أنه نحن عايشين بوطن فيه ظروف فيها من أن نظلنا نفتش على الإيجابية أكيد يعني كلنا بحاجة أنه نعبر وبنفس الوقت مش بس نعبر لأنه مرات الأسلوب التعبير بيكون خاطئ يعني منفكر أنه النق فيكون تعبير بس النق هو تعبير مرات ما بيكون بيود إلى حلول إيجابية فأهمية الفن أنه هو بيخلينا نعبر بالشكل الصحيح أنه هو بيهذب طريقة التعبير وبيبلوره أكتر مثل ما طبعا مش بس الفن في كتير إشياتين الرياضة التأملات الروحية إلى ما هناك كل هذه هي وظيفتها أنه تهذب التعبير وتخليه أنه يكون منتج مش يكون فقط نق بمحله أو بعزز السلبية عنه يعني الواحد بيقدر ياخد درس يعني أو دروس وبيكتفي فيها ولا لازم من وقت لآخر يرجع كمان يعيد الحسابات ويرجع يدرس عن جديد ويرجع بالصيانة يعني صحيح هذه فينا نقول أن الحياة هي المدرسة يلي ولا مرة بتتوقف فيها لدروس يعني بشكل كل لحظة فينا نتعلم شي بكل لحظة فينا نطلع نهبط نعلى يعني الإنسان كل الوقت بحالة صعود وهبوط ولازم يكون عم برافق حاله مثل النبدة مثل الزهرة إذا يوم من الأيام مصقها رح تدبر رح بتعبر رح بتعبر عن ياباس وإذا أهمل حاله كتير رح تيبس على الآخر فيها نقول أنه دايما لازم يكون الإنسان عم بتابع حاله كيف بتابع حاله لازم يسأل حاله أنا شو يلي بغزيني أنا شو يلي بيرويني ترويني للرياضة خليني روح على الرياضة بيرويني الفن خليني روح صوب الفن يعرف هو شو بده وبس يعرف هو شو بده بصير يعرف شو الشي اللي بنمي بتصير أمور الحياة سهلة إذا الواحد بيعرف شو بده بتصير أجمل لأنه مرات الصعوبة حلوة ولا حلو الواحد يدلع بيفتش يشوف شو بده لأنه هون لزة الحياة صحيح يعني هي لزة الحياة أنه نعيش مرات اللحظة وحتى لو كان فيه صعوبة أو سهولة بيكون الجمال موجود مرات بالصعوبة وبالسهولة إذا عرفنا أنه حقيقة نعيش اللحظة وأنه نستثمر هذه اللحظة بسهولتها أو بصعوبتها يعني اليوم أدهم لقت الفن من كل جوانبه يعني أنه شاعر وبترسم وبتعلم وبتساعد العالم وكل هولي مكتفي بهولي الفنون ولا بعد فيه شي عم بتفتش عليه أكيد عم تفتش على أدهم اللي يمكن أدها مش موجود بس هون أكيد يمكن هو موجود موجود كل وقت كل شي بدنا إياه موجود فينا الأسئلة اللي بدنا إياها موجودة فينا في الصبح بشاركك فيها ريتا بكتاب The Power of Noura بيقول فيها أنه كان فيه متسول بمحاطة التران قاعد على صندوق وعم يستعطي الناس ويستعطفهم قال له 30 سنة بيجي بيقعد على الصندوق وبيتسول قرب لعنده شخص قال له بتعرف أنت عشو قاعد قال له قاعد على صندوق مهمل له سنين قال له بس تعرف شو فيه هيدا صندوق قال له شو بدي يكون فيه إلى 30 سنة بيجي بيقعد على الصندوق وما في شي قال له تب جربت تفتحه بعصب هيك وبيقوم يفتحه بيلاقي أنه مليان ذهب وبيقل له أنه لك سنين كان ممكن تكون أغنى شخص بس منك عارف أنك قاعد على صندوق ذهب ولهيك الكارتولي بيقول حتى لو هايش شي مزعج بس كلنا بالحياة متسولين لأنه كلنا ما بنعرف أنه في جواتنا صندوق ذهب والأسئلة اللي عم نسألة لبعضها هي موجودة جوا هي موجودة بذاتنا فلهيك البحث المثمر بالحياة هو البحث عن الذات ووجود الأجوب الحقيقية هي موجودة فينا فأنا عم فتش على أدهم وممكن لقيه مرات بالشعر وممكن لقيه بالرسم ممكن لقيه بشي تاني كليا فقضيته بالحياة هي البحث عن ذاتي ولقيت أنه أنا الأكسجان اللي بتنفسه بالحياة بهذه المرحلة هو الفن بس حلوة هيك الواحد يدل عم يسعى ويفتش كمانا مثل ما قلت قبل شوي كمانا هي لزة من الحياة يعني أنه واحد ما يكتفي بمحل معين حتى الناس اللي بتقابلون والناس اللي بتعالجون كمانا بيعطوك نوعا ما كمان هيك اكتفاء أو لزة أو حبلة المعرفة بعد أكتر وأكتر كل معلم إذا مش هو كمان متعلم بالوقت ذاته بيوقف يعني دايما نحن بحالة تعلم دايما لهذا سبب أهم معلم بالنسبة له اللي بيطرح الأسئلة سكراط يعني كانت كل وقت بيطرح أسئلة وهو أكتر حدا بيقول أنا أعرف أنني لا أعرف لهيك هو أكتر حدا بيعرف بيناتنا أنه بيعرف أنه ما بيمتلك المعرفة الكاملة ولكن يمكنه من أهم المعلمين المرأة وبتاريخ البشرية فدايما المعلم يلي بيدعي المعرفة الكاملة بيقف وبيجمت بدي يكون بمحل معين عنده التواضع والوعي أنه يعترف أنه معرفته ناقصة وهال معرفة بتكتمل مرات من خلاله يلي عم بيعلمه شاعر مسرحة وفنان تشكيلة شاعر مسرحة فينا هيك نعرف أكتر لهم نعرف أنه شاعر بيكتب شاعر بس شاعر مسرحة كيف هو الشاعر أكيد كل واحدة منهم هي لغة مستقلة على التاني بس نفس وقت في تداخل كتير كبير بينهم مثل هالحياة يعني منلاقي يمكن هيدا الزهرة ما قلة علاقة بالبحر ما قلة علاقة بالغيمة عندها شخصيتها بس كلنا بنعرف أنه هيدا الغيمة اللي بتجيب ميات البحر هي اللي بتروي الزهرة وهيدا الزهرة إذا بطلت موجودة بيتغير المناخ كله سوى وبتختلف الطبيعة كله سوى فكل الفنون مستقلة عن بعضها ولكن بنفس وقت في تفاعل كتير حقيقي وعميق بيناتها هي بيخليها أنه تتفاعل وتكون موجودة بتفاعل بيخدم الفن التاني لكن أنا بلاقي أنه دراستي للمسرح عمق التجربتي بالشاعر والبعد الشاعري عندي هو اللي عمق نظرته الفنية كرسام أو كمسرحي أو كشاعر شو قدمت لحديد هلأ هيكي على المسرح من هيكي مسرحيات إذا بدك شعرية فينا نسميها مسرحيات شعرية أو شو نسميها؟ فينا نسميها مسرحيات ذات نفحة شعرية أكثر تجربتي بالمسرح كانت مع أستاذي مونير أبو دبس اللي هو قدمت معه مجموعة أعمال وكان آخر عمل قدمه مونير قبل ما يفرقنا كانت مسرحية مكبت يعني لعبت فيها دور مكبت لشيك سبير ترجمة أنتوان كرباشتا وعملت معه كذا عمل مسرحيات تمثيل والحلام ساعة الزئب الأمور الثانية كانت دراسة المسرح من الناحية العلاجية لدراما ثرابي هاي تجربتي بالمسرح كانت شوي محصورة بين مونير أبو دبس وبين الدراما ثرابي بس ما في تجارب أخرى تاني كمان كان عندكم ورشات عمل داخل السجون؟ أنا كنت فولونتير بمرحلتها مع زينة دكاشي كانت تعمل علاج بدراما للمسجين وقد أطلع معها فولونتير بهالفترة كنت عم بدرس كمان دراما ثرابي معه ومع مجموعة محاضرين يعني عم تدرس وعم بتساعد بنفس الوقت صحيح هذا شيء مفيد يعني فينا نقول طبعا كان له دور كتير كبير بسقفتي المسرحية وبسقفتي كمحاضر أنا ما بعالج يعني هلأ فعاليا أنا ماني معالج بالفنون أو ماني معالج بالدراما أنا بحاضر بدور العلاج أنا بعد عندي مرحلة لازم قطعة أتحول لمعالج تبقى أنا بس هايدي في فكرة عبالي بس فهمها لأنه بسمع كتير أنه بفوتوا بيعملوا علاج بالدراما للمسجونين كيف بأي طريقة بتقدروا تعالجون وقديش بيصير فيه هيدا بيصير فيه هيدا الانسجام بيتقبلوا هيدا شيء هولي الأشخاص اللي اللي بيكونوا من داخل السجون بيكون فيه عندهم نقمة على المجتمع ونقمة على الناس خاصة إذا كانوا مظلومين بمطرح ما كيف تقنعوهم بأهمية هيدا شيء الموجودة بالدراما اللي تقنية بالإعلام ممكن نكون عنا نقمة على السياسة على المجتمع على الفقر على كل شيء عم بيصير هالنقمة موجودة يمكن بالحبس بيكون الحبس مبروزة ونكبلها يمكن أو ما بخليها تطلع صحيح وبنفس الوقت الفن هوني أهميته أنه هو ما بينظر إلا للإنسان وما بيصنف المجتمع هو اللي بيصنف إنه هيدا مسجون وهيدا مهندس وهيدا طبيب بينما الفن ما بيتعاطى معك على أنه أنت إعلامية أو مهندس أو مسجون الفن بيتعاطى بالدورة العلاجية معك كإنسان إنه أنت إنسان وهو إنسان واليوم بيقدر الدراما ثرابي يكون علاج لإعلاميين يكون مجموعة إعلاميين قرروا أنه يخضعوا للعلاج بالدراما ممكن يكون مجموعة موظفين ببونك ممكن يكون أشخاص من قطاعات مختلفة ممكن يكونوا مساجين بقلب سجن عم يتعالجوا بالدراما لهذا السبب للدراما أو الفن بحاكي الإنسان وما بميز الإنسان وما بيحكم عليه صحيح بحاكي وما بيحاكم إنسان لهذا السبب لأنه تجربة العلاج بالدراما كانت كتير ناجحة بالسجونة للدرامية هذا الفضل أكيد بعود بالدرجة الأولى زينا ذكراش اللي اشتغلت على هذا الموضوع وتعبت حتى وصلت لهذا المحل وهون بحب علق على شغلة إنه في كتير من الأشخاص يعني بيدعوا إنه هن معالجين بالدراما بس لمجرد إنه نعملوا كم ورشة عمل بالدراما فطبعوا بطاقات إنه هن معالجين بالدراما ولكني مش مؤهلين يمكن إنه بيعرفوا شو سيئة يشو بدأ؟ بدأ خبرة يمكن أكتر بدأ خبرة وبدأ اختصاص وبدأ خبرة فعلية ليقدر واحد يكون عن جد معالج بالدراما لهذا سبب بفتكر إنه هي يمكن من القلال كتير يلي معالجين بالدراما بوقت في كتير مدعيين للعلاج بالدراما واليوم عم بيمارسوا شغلهم بمؤسسات وعم بيمارسوا شغلهم بجمعيات وعم بيعالجوا وهن ما قالهم يعملوا هيدا الشيء يمكن حتى لو عندهم المعرفة النظرية أكتر بس في شيء هون مين اللي لازم يلاحقونه ومين لازم يوقفونه؟ يمكن أنه بعد ما في نقابل المعالجين بالدراما ببنان أنه بعض الاختصاص كتير حديث فما في مين بيتابعون بس هون أنا بحب أعلق على هيدا النقطة أنه مش كل شخص هو حقيقة معالج بالفنون نعم أدهم مثل ما كنت عم قول قبل الشيء حدتك شاعر وفنان يعني كأن نوعا ما بتهرب من المجتمع بتروح صوب الشاعر وبتروح صوب الفنون هو هروب؟ هو شو يعني باختصار؟ كيفك أنت والمجتمع وأفكاره؟ المجتمع هو البحر يلي الموج مليان زبد والقعر مليان جواهر والفنان هو يلي بيخطص على قعر البحر ليشير الجوهرة ويعربش فيها ويهديها للناس العيشين على الشط مرات نفسنا بيكون طويل ننزل نجمع كتير جواهر ومرات نفسنا بيكون قليل نطلع معنا جوهرة أو ما معنا شي ودايما هيدا الفنان هو بهالحركة حركة الغوص لهيك هو عايش بهالبحر هو عايش بهالمجتمع مثله مثل أي شخص بالمجتمع ولكن هو يلي قرر يغوص ويطلع بالجواهر الموجودة للكل كل شخص موجود على الشط عنده الفرصة أنه يغوص بس مش الكل بيغوص كل إنسان كل عنده قدرات صحيح مش صحيح قدرات أو إذا بدك هو عباله من يغوص هناك كتير إشياء هي دايما بيقال أنه لا أستطيع هي بالأساس مش لا أستطيع هي لم أحاول ففي كتير ناس ما بتحاول أنه تغوص مش بتدورها أنه الكل يكونوا فنانين بس اللي أكيد أنه الكل فيه أن يكون عندهم سقافة الفن المهمة والحقيقية بس هادي بدأ شوية مثل هادي اللي بسموها شطحة أو الموهب هي خلين نقول أنه مثل الوزنة أو الموهب هي يمكن مواهب تتنوع عند الأشخاص في ناس عندها موهب الفن في ناس عندها موهب الرياضة موهب العلم إلى آخرين بس السقافة هي اللي بنكتسبها ومنحصلها بالحياة لهذا السبب أنا بقول أنه مش شرط يكون كل واحد فنان بس أنه مسئولية على كل شخص أن يكون مسقف إلا إذا عنده صعوبات أو حالة مرضية إذا ما يكون مسقف كرماله ولا كرمال اللي يقدر ينسجم مع المجتمع أو يقلع مع المجتمع أفضل شي فينا نقدمه للآخر هو أنه نشتغل على حالنا يعني كرمالنا إذا اشتغلنا صحيح وإذا اشتغلنا على حالنا بيصير دورنا ووجودنا بقلب هيدا المجتمع فعال وإجابة بواحد بيقدر يكتفي بالسائفة ولا مرة من قاله وصلت قد انتهى ولا مرة حدا بيكتفي ولا مرة حدا بيقول أنا وصلت لأنه اللي بيوصلين انتهى طيب كيف الواحد لازم يدل يشتغل على حاله من هيدا الناحية حضرتك كونك شاعر وفنان ومدرب ومحاضر وعندك مجموعة كتب وكتبك ترجمة لعكتر من لغة أنت اليوم ما بتحس حالك أنك اكتفيت إذا لا كيف شو عم تعمل حتى تضلك عم تشتغل أبدا الإيمان بدي يكون عندنا هوني على أنه الحياة هي الطريق مش الوصول الوصول ولا مرة حدا قدر يوصل الوصول هو يمكن الانتقال من هالحياة لمحل تاني والوصول على المحل التاني إذا في مكان تاني بعد هيدا الحياة ما حدا بيعرف بس الفكرة أنه الحياة هي الطريق يعني كلنا بنمشي عليها ولما نوقف بنكون وقفنا مش وصلنا يعني لما واحد يقول أنا اكتفات مش معانا أنت اوصل اكتفات يعني وقف هالنهاية يعني فينا نقول هون صارت فنحنا كلنا ماشينا على الطريق وعم نجمع خبرات وكل مرة بدنا نكون عم نتطور وحتى نعرف أنه نحنا لازم نتطور لازم دايما يكون عندنا هيدا الوعي أني أعرف أنني لا أعرف جملة سكرات الشهيرة أنا أعرف أنني لا أعرف هيدا كأنه شعارك بالحياة؟ هيدا شعارك بالحياة؟ صحيح هيدا واحدة من أجمل الأشياء اللي قريتها بحياتي واللي تلمست علي أنا تلمزت على هيدا المذهب أنا أعرف أنني لا أعرف لهيدا سبب أنا دايما بحاول وبصعب وبطور حاليا لما الواحد بيصير يعرف يعني أكيد بيكتسب إشياء مع الحياة وخاصة أنه أنت بتكتب بتوافق الفلاسفة على كل شيء بيقوله؟ في قول قريته مرة أنه إذا ألتقوا اتنين فلاسفة ما لازم يقولوا لبعض أكتر من مرحبا لأنه من تاني جملة بيعلقوا لأن كل واحد عنده وجهة نظره بالحياة صحية هي بالضبط هي أهمية الحياة هي بالتنوع وباختلاف الأراء وباختلاف النظرة في قصة بتلحكي عن أفلاطون أنه بيقول لأفلاطون أنه في حاكم بعض مجموعة عميان على السيرك وقال لهم وحط فيل قدامهم وقال لهم انقلولي شو حسيته فهول عميان لمس كل واحد منهم جزء من الفيل لما رجعوا صار يخبروا الناس الموجودين شو اكتشف شو أدركوا واحد بيقول أنه يلي لمسته هو حبل واحد بيقول يلي لمسته هو خنجر واحد بيقول لا لا مش مظبوط يلي لمسته منه إلا حيط بيصيروا يضحكوا الناس بيقولوا أنه لك هادي ما بيعرفوا وقالوا لا هني عم ينقلولنا الجزء يلي لمسوه الحقيقة هي الكاملة هي الفيل ولكن كل واحد منا بالحياة هو أعمى بيلمس جزء من هالحقيقة وبيخبرنا عنه فلهذا سبب كل فيلسوف بالنسبة إليه هو أعمى بيلمس جزء من الحقيقة المطلقة وكل إنسان على الأرض هو أعمى بيلمس جزء من هالحقيقة المطلقة فلهذا سبب نحنا نغتنى من أراء بعض بيبلش المحدودية لما نرفض رأي الآخر لما هاجم الآخر يلي قال إنه أنا لمست خنجر وإني جمني لما أقول لمست حبل لما تلتقي أراءنا مع بعض رح أعرف إنه الخنجر حد الحبل حد الحيد ممكن يكونولي صورة أقرب للصورة المطلقة ولهذا سبب نقول دايما الانفتاح على رأي الآخر بيودي لمعرفة أعمى ولبعض أكبر فمنقوله نحنا كل ما اختناينا باختلاف الأراء واختناينا بأراء بعض قدرنا أنه نقرب صوب الصورة المطلقة أو الصورة الكاملة يعني مثل ما بيقولوا الاختلاف ما لازم يودي لخلاف طبعا أدرم هيدا النضج اللي عندك وهيدا المعرفة اللي اليوم اكتسبتها وبعدك بعمر صغير يعني بعد ما مصرت يعني بعمر كبير كيف هيكي اشتغلت عليها بلك هيكي بنعطي بعض الأفكار لبعض الناس اللي عبيلة إنه تكتسب هالأشياء اللي أنت بتعرفها بتقرأ بتختلط مع العالم مع الناس يلي رسمين شعارة صحفيين أعلانيين كيف أنا مدينة بالدرجة الأولى لتنوع الإختصاصات يلي عملتها يلي هي أغنت لسقفتي وبنفس الوقت المثابرة كل الوقت على القراءة التواصل مع الناس المختلفين عننا مش بس اللي بيشبهوني لأنه دايما إذا ما نفتش على الناس اللي بتشبهنا ممكن نحس بلاحظة استقرار بتخلينا نرتاح والاستقرار هو راحة ما بتخلي الإنسان ينمى دايما لما الإنسان يتفاعل مع بيئات مختلفة مع أشخاص بيختلفوا عنه بالقراء هيدا الشيء مثل مناعة الجسم يعني اليوم الجسم يلي بيتعرض لفيروس غريب عنه تتنشط مناعته لحتى أنه تستقبل هيدا الفيروس وتحاربه وبعدين تفهمه وتحلله نفس الشيء الفكر الفكر لما يلتقي بفكر آخر مختلف عنه مرات بيواجهه بالصد وبيبلش ينشط كل أناعاته القديمة وكل مفاهيمه القديمة لحتى شو يعمل يقدر أنه يستوعب الفكرة اللي جاي لعنده وهيدا شيء كتير صحي ومنقول أنه كل الإنسان يلي بيتعرض للميكروبيات هو الإنسان الأقوى جسديا من الشخص يلي بنعزله بقلب غرفة ومنحميه ومنمنع عنه وجود الفيروسات نفس الشيء يعني إذا أخذنا هنا للموذج لنقول أنه الإنسان المفكر كل ما تعرض لأفكار مناقضة لأفكاره هو بيقوى وبينضج وبتصير مناعته أقوى وبيصير سقافته أوسع وأعمى فأنا بلاقي أنه دايما إذا بدكم تطوروا حالكم نقشوا الأشخاص المختلفين عنكم التقوا مع الأشخاص المختلفين عنكم ما تحاكوا الناس يلي بقيدو لكم فكرتكم حاكوا الناس يلي بيعرضو لكم فكرتكم حتى إما تتثبت فكرتكم أو إنكم تتخلوا عنها لأنه مرات الفكر المهم هو بشو منتخلى مش بشو منترك يعني نصحح أوقتك من تفكيرنا فيش مرة دخلت بنقاش مع أحدهم وكان عندك هيك فكرة معينة وغير لك إيها أو صحح لك إيها طبعا أنا بحالة نقاش دايما حتى بحالة نقاش في صامية يعني إذا ما لقيت حدا نقاشه بنقاش حالي وبلعب دوران دور المع والضد يعني فدايما بنقاش حتى الكلب تبعي بنقاشه حتى البسين بنقاشه حتى اللوحات بنقاشه الشبابيك الشوارع المدينة البنيات بنقاش هيدا يمكن لأنك فنان أنت بتروح صب الخيال نوعا ما بس بش كل العالم عنده هيدا هالقدرات يعني أنه بتقدر تحاول يعني الست اللي بتطبخ لمجدرة وبتكتشف أنه طلعت مالحة بتناقشها مرة الجاية أنه زدت الملح بتناقش الملح أنه هيدا الملح هو الزيادة اللي خرب للطبخة نحنا دايما بحالة ناقش بس مش ويعيين لهالشي لما نوعى أنه نحنا عم نتعلم هيدا كمان شي كتير أساسي بساعدنا نتطور أكتر لما تقعد اليوم بينك وبين حالك أدهم شو بتقول لحالك بحب أعرف هو أكتر شي بيخوف لما واحد يقعد مع حاله بالمرحلة الأولى يلي بيكون فيها عم بيواجه عم بيواجه حاله يعني كيف كيف سألتلك هلأ في شخص أنت بتخافي منه وعندك كتير أسئلة لأله وبنفس الوقت عنده أسئلة كتير لألك وبدي إليك بديك تعمل لقاء معه رح بتخافي فلما الإنسان يكون غامض مع نفسه وما بيعرف نفسه كتير منيح لقاءه مع حاله كتير بيخوف فبالمراحل الأولى مرات إذا فيه إشي غامضة عم بيسألة لحالي بخاف التقي مع حالي وهيك مرات الإنسان بيهرب وهيك منقول نحن أنه كل إشي بيكبتها الإنسان أو بيقمعها بلاوعيه لما يعبر عنها بخاف فبيهرب مرات بيهرب بأنه يعمل إشي كتير مرات بيهرب بأنه يعمل رياضة أو يلهي حاله كل الوقت بالشغل لحتى ما يتواجه مع نفسه يعني بتبرق فيها هذه الحالة اللي فيها بتخاف من حالك لأنه صحيح لأنه ولا حدا مننا من جوه هو متصالح بالشكل الكامل ولا حدا مننا من جوه هو ناضج بالشكل الكامل فمرات فيه إشي ما نكون نحن عم نسأله لحالنا ومرتحين مع حالنا فيها فملاقيه منيح التقي بحالي وفيه إشي ما مرات بقول لأ لأ مش وقتها لأ خليني أجله أنا بقول أنه دايما تواجهوا مع حالكم حتى لو خفتوا ما بتأجله يعني أبدا سمحوا له الخوف أنه يعبر ولكن ما تهربوا يعني إذا في خوف عيشوا هيدا الخوف سمحوا له أنه يعبر وبتكونوا دايما عم بتغوصوا لمحل أبعد بحالكم بتخاف أوقات من حالك أكيد أوقات كتير بخاف من حالي وبخاف من أسئلة بتطرحها على حالي بتطرحها على غيري أي نوع أسئلة ممكن تخوفك بتطرحها على حالك أسئلة كتير وجودية بعدك لليوم عم تطرح أسئلة وجودية طبعا ولما يوقف توقف الأسئلة يعني أنا وقف نموي الدورة الدموية باللحظة اللي بتوقف بيجمد الجسم وبيجمد مع كل شيء بيموت الإنسان السؤال هو الدم السؤال هو دم الفكر باللحظة اللي بيوقف السؤال بيتجمد الفكر أدهم بيقطع وقت بتحس حالك أنك أنت معجب كتير بحالك أكيد هذا الشعور بأنه واحد بيلاقي حاله أنه مرات معجب بنفسه أو مرات عنده نقص بتقدير لذاته هذه منعيشها كلنا أنه مرات منعيش مشاعر عدم تقدير لذاتنا ومرات منعيش مع تضخم الأنا أكتر شيء في اللي نيعش هو بس أنت فنان كمان أنا أكيد بتبرق فيها صحيح هذا شيء بيخوفني يعني مش دايما مش دايما بيكون عم بغامر بأنه اتباهة بالإشياء اللي بعملها حتى لو مرات بيكون بلا وعي في شعور أنه عبالة عيش هالمتعة عيش هالمظاهر بس بظلني منتبه أنه ممكن هذا الشيء يودي لمحلات خطرة بظلني منتبه بدون ما أقمع حاله بسمح لشعور الغرور يعبر فيه بسمح لشعور الخوف لشعور التباه بس ما يتملكه صحيح لما أقول أنه بسمح للغرور يعني ما رح يتملك وهذه حالة بتخيل كتير طبيعية يعني أنه لوحد يشعر فيه هو لكله صحيح نعم اليوم ما عم بتقدم لنا معرض هو تحت عنوان عنبر صحيح عنبر أي رقم صحيح هي فعلة رمزية بتعود لعنبر رقم 12 بس بس هي أبعد رمز بفتكر يمكن أبعد وحدة من الرموز اللي مرتبطة بهذا المعرض أبعد وأقرب بالوقت ذاته طب خبرنا عنه لمعرض عنبر بواحدة وعشرين حزيران 2020 تبنات الكلب تبعي اللي هو جودو بهالمرحلة اللي تبنات فيها جودو كانت بيروت عم بتعيش هبوط كبير وكنا نحن عايشين حالة أحباط وخيبة تجاه كل الأشياء اللي صارت تبعتك قريبة من مرفأ بيروت صحيح فبواحدة وعشرين حزيران فات كدوا على حياتي وكنات عايش معه أنه أخدوا أظهر أنا وياه نتمشى سوا لهيك بقول بمحل أنه بالزوايا بالشوارع عدولية بالسيارات بيروت صارت حمام كبير للكلب تبعي فكتحسس بهالمرحلة أنه ما عملاقي شيء ببيروت غير أنه منقلا حمام للكلب اللي عم بتمشى كل يوم أنا وياه بأربعة قاب الساعة ستة كنت عم بتمشى أنا وكلبي أحد مستشفى روم وطلع الانفجار باللحظة اللي طلع فيها الانفجار جمدت بأرضي رديت فعلي تجاه الصدمة مش سريعة فبكون بعمل فريز مثل كتير أشخاص لما عملت فريز وعم بتطلع وحلل شو صار بهيد اللحظة بيفلت الكلب مني وبيصير يركض لما شفت وراكت صرت أركض ورا أنا وعم بركض ورا كانت كل الوقت مفوكس على الكلب اللي عم يركض والمدينة عم تركض بعكسي أنا عم بركض لقدام وبيروت عم تركض لورا البواب عم بتطير الشبابيك عم بتطير الناس عم بتصرخ ملقحها بالأرض وأنا راكد ورا الكلب تبعي ما بدي يضيع وماني عارف شو بدي أعمل بهاللحظة اختفى الكلب لأنه أسرع مني بيت رايح على البيت لقيتوا بحريقة البيت وصل على البيت مع أنه في كتير كلاب خلقت عند أصحابه وضعت هالكلب اللي تبنيته من شهر بتشوف شو الصاير صحيح وشفت ضمار المدينة اللي كان كتير مزعج وبشع طلعت على الأرض اللي قيت شويت ورود البلاستيك بلاحظة عزلت عن المشهد العام صرت لملم هول ورود البلاستيك حملتهم ورجعت على البيت ومن هونيك بلش كونسبت عنبر عنبر هي حجرة بحرية ما قلة ريحة وما قلة طعمة إلا إذا احترقت أو انسحقت هي حجرة مشيلة من المي ما قلة ريحة وما قلة طعمة فمنسحقها ومنحرقها طعطي ريحة العنبر مثل بيروت هالحجرة البحرية يلي لما انسحقت واحترقت وعيت فينا كلنا مثل هالورد البلاستيك يلي ما قلو ريحة وما قلو طعمة بس عطيت ريحة بوت صح لما طار عن البلاكينب بالإجعتاوي صار إلو ريحة المعنى وريحة الحدث مثل الصدمة لما شخص يتعرض لصدمة بتقدر تبقى هاي الصدمة هي حجرة عالقة جواته وعثرة بطريقه لحد ما يقرر انه يحول هاي الصدمة لعنبر ولريحة زكية يتعلم منها بالحياة من هون بلش كونسبت عنبر من هون فتت على المحترف طبعي من جديد وبلشت أرسم أنا وعم برسم وجوده كلبي عم بيهز بدنبه عم بيحطها الطاقة الإيجابية بالبيت عم نتخطى أنا ويا الصدمة اللي عاش نهات نيناتنا ما كان هدفي قوصل لمعرض كان هدفي أني عبر ومتل ما أن الفن هو وسيلة التعبير المولى بالنسبة لأليه فأنا وعم عبر الإيد حالي عم برسم مجموعة لوحات عم بكتب مجموعة نصوص وقررت أنه أعمل معرض بيبلش من 21 حزيران اليوم يلي دخل فيه جودو على حياتي بدي الناس تدخل عبيتي بنهار يلي دخل فيه جودو المعرض رح بيكون بالبيت لأنه أصدت أنه ادعي الناس عبيتي على المكان يلي صار فيه الهيلينج والعلاج يفوتوا عبيتي بالوقت يلي فات فيه جودو ونظهر من البيت مع خروج صدمة من حياتنا فرح يكون المعرض من 21 حزيران لأربعة أب هذي اللوحات رح بتكون صور أو رسومات أو ما بعرف أنت شو بتعطيها شو بتصفها بأي كلمة نحنا نحن نقول عنها رسمة نحن الناس العاديين يلي نشوف نقول أنها رسمة ممكن تعجبنا ممكن ما تعجبنا ممكن نفهمها وممكن ما نفهمها أنت شو بتعطيها شو بتصفها فيه مجموعة لوحات وبنفس الوقت فيه شوية صور هني رح يكونوا مزيج من صور ميكس ميديا مع لوحات لصور الورود اللي كانت على الأرض لكيف بعدين تحولت الورودة لتدخل تشكليا بالعمل الفني يعني قصة بيروت بدنا نشوف فهو معرض فني مش قصة بالمعنى القصة قد ما هو إذا بدك تعبير عن أشياء وعية فيه مش بالضرورة مرتبطة بأربعة أب يعني اللي رح يجي على المعرض رح بيقش على لوحات مش بس كلها مرتبطة بقودو أو بأربعة أب ممكن تكون تساؤلات أنا وعية فيه ناتجة من طفولتي ومتراكمة من طفولتي وعية هلأ لأنه هالصدمة الكبيرة متما منعها فيها بتفتح ثقب بجدار حياتنا وهيدا الثقب ممكن يهرب منه مش بس الأحداث اللي مرتبطة بمسبب الصدمة ممكن يطلع من هالب هيدا الثقب أشياء عالقة بالأيام الماضية الشياء متراكمة بلاوعينا من السنوات الماضية يعني الشخصي اللي بده يفوت على المعرض اللي يشوفه رح يفهب هيدا اللوحات ولا رح بتطرق أنك تفسر ولا شو بتتركه كل واحد خياله هو ياخده أخطر شي نفسر اللوحة لأنه أخطر شي أنه نحول لغة اللون لكلمة يعني الكلمة هي عندها لغة الشعر عنده لغة الرسم عنده لغة الخاصة يمكن بتأذية لللوحة في حال فسرتها وهيدا شي اللي بيطلبوه دايما الناس أنه اشرح لي اللوحة أو فسر لي اللوحة أنا مرات بحكي كلام حول اللوحة يعني فيني يقول شو الفضاء يلي عشته باللحظة اللي كنت عم برسو فيها اللوحة بعض الأشياء أكيد فيني يقول أنه شو الكونسبت يلي ممكن وصل لهيدا اللوحة ولكن ولا مرة بقول أنه بقدر اشرح هيدا اللوحة فيني يقول شو السبب يلي خلاني أرسمها مرات وبقول سبب يمكن يكون هو جزء من السبب الكبير بقول السبب اللي أنا بعرفه بس في إشياء كتير نحنا ما بنعرفه مرات في كتير إشياء بالحياة بنعملها ومنحط له سبب سطحي منبرر لها كما بنقل بعد من نفس أنه مش كل شي منصرح عنه بالوعي هو حقيقة موجود بلا وعينا أو هو اللي عن جدعة منقوله بلا وعينا كم لوحة رح بيكون بيتضمن المعرض؟ لحد هلأ هني خمسة عشر لوحة وبقول لحد هلأ لأنه المعرض بقلب بيتي وطالما هو بقلب بيتي يعني عم ينمى كل الوقت يعني من هون لأربعة آه بيزيدوا أربعين لوحة ومية لوحة ويمكن ما يزيدوا ولا لوحة لأنه هو بقلب البيت وأنا عم برسم بالوقت يلي عم نكون عم نعمل في المعرض أنا رح بيكون عم جدد لوحات وعم برسم وعم تكمل تبقى دهم بأي حالة نفسية بتحس حالك أنه أنت عابلك تكتب شعر وبأي حالة بتحس حالك أنك أنت عابلك ترسم هل هيدا شي مرتبط بالنفسية وبالمزاج؟ أكيد يعني أنا عندي تقلبية المزاج يعني عندي ثنائية القطب بتقلبية المزاج خطرة بس هيدا كثير خطرة يعني هي بقول أنه دايما لما يكون دون بجرب انتبه على حالة ولما يكون قاب بجرب انتبه على غيره ولما يكون عم بنقل بين طلوع ونزول بجرب انتبه على العمل الفني أنه يكون مناسب ويكون عم بيقدم شي جديد فالعمل الفني بكتشف حالتك يعني هيدا شي كتير مهم صح العمل الفني هو التحليق بين الأعلى والأدنى أنا وتحت بكون كل الوقت عم بسعى أني انتبه على حالة أنا وفوق وكل وقت عم بسعى أني انتبه على غيره وأنا وعم بنقل من تحت لفوق بكون بجوانحي عم لون الشي اللي بدي وين بتبدع أكتر بأي حالة لما بتكون فوق ولا لما بتكون تحت أنا وعم حلق بين فوق وتحت لأنه بكون يا عم بكتب بجوانحي الشعر يا بكون عم لون بجوانحي اللوحة أنا وطاير بين فوق وتحت بيكون العمل الفني هو الفضاء يلي عم حلق فيه بين فوق وتحت بتسمع أوقات أنت إيد لإلك أو كومنت أنه نحن عم نحب أدهم الشاعر أكتر من أدهم الرسام أكيد وأنا مرة تقول لها حالة أنه أنا مرة تحب حالة أكتر من اللوحة بسمعه كتير عند أشخاص بيقولي أنه بالرسم أنت أحلى من الشاعر أو بالشاعر أنت أحلى من الرسم بس هلنا شو بيختلفوا عن بعضهم الرسم والشاعر هنه مجبوعة أفكار عم تترجم هون عم تترجم بالرسمة هون عم تترجم بالكلمة صحيح هي الماي هي الماي اللي بتروي زهرة وبتروي شجرة وبتغسل الصخرة والجبل وبتعملك التلج وبتعملك النهر هي الماي الروح هي روح هي الماي وهذه الروح هي اللي فيها تظهر من خلال وردة وهي فيها تظهر من خلال شجر وفيها تظهر من خلال نهر وفيها تظهر من خلال نبعة فروح الإنسان ممكن تظهر بلوحة وممكن تظهر بقصيدة وممكن تظهر بغنية ممكن تظهر بموسيقى لهيك الجذر الأساسي هو واحد لكننا نحن عمنا روح وحدة سواء إذا كنت رسام أو شاعر أو موسيقى روحنا هي وحدة ولكننا بتظهر مرات بشكل قصيدة أو بشكل لوحة أو بشكل موسيقى هلأ ممكن فكرة مثلا تترجم على لوحة وتترجم بأصيدة بنفس الوقت؟ صحيح ممكن أن تخلق هالفكرة أنه تخلق لوحة أو هالفكرة أنه تخلق بأصيدة صح وفي أفكار وفي أفكار الكلمة تخلق أكثر من تترجم لسبب أنه الترجمة ممكن تقتل روح الاشياء مثل الترجمة بالشعر فبقول أنه هيدا الفكرة خلقت قصيدة هيدا الفكرة خلقت لوحة إذا مرات في أشخاص وهيدا مرات بيسقطوا فيه كتير من الفنانين إنه بيقرروا يترجموا لوحتهم لقصيدة أو يترجموا القصيدة لللوحة وهون لما يترجموها كتير بيقللوها من إيمتها حتى تاريخيا لما كان فيه علاقة كتير وثيقة بين النصوص الدينية وبين الرسمة مثل ما ملاقي بالأيقونات أو حتى باللوحات العظيمة بالكلاسيكية اللي هي بتحكي قصة أو قصورة كان الفنان حتى لو هو عم بيخبر قصة قصة قصورة معينة مثل أو عم بيخبر قصة مسيح أو قصة من الإنجيل لو عم بيخبرها بتضل اللغة التشكيلية الأقوى والحاضرة والتكامل الموجود باللوحة واللغة الوحدة والتأليف هو تأليف فني بالدرجة الأولى طبعا ما أنك ذكرت الأيقونات وينك من رسومات الأيقونات درستها بالجامعة بس ما مارستها كتابة الأيقونات ليكون الواحد حقيقي وصادق فيها بده يكون عن جد عايش مناخ الأيقونات وبحالة بتشبه الأيقونات لهيك أنا بلاقي أنه لهيك حتى اللي بدوا يدرسوا كتابة الأيقونات بيروحوا على ميكن خاصة يمكن بأدير بينعزلوا مش نهيكي لما كتبت لما كتبت ناشيد أنوبين طلعت قعدت بأنوبين صح لما انطلب مني أني اكتب ناشيد دير سيدة أنوبين لما اتصلت في رئيسة الدير وقالت ليه بدي أنك أنت تكتب ناشيد الدير طلبت أنه ما رح أكتبه أنا وقاعد بكفية ببيتي القديم إذا عن جد بدي يكون صادق بكتابته بدي أنزل قعد عشرة بكتستقبليني بالدير عشرة أيام ويمكن أكتر ما بعرف قديش الدعوة ممكن تكون مفتوحة وبدي عيش اتنسكت يعني نوعا ما لحتى أنه يكون حامل روح هذا الدير وحقيقة أنا نزلت وما بلش من أول نهار اكتب من أول نهار بلشت تتأمل بلش الدير يكتبني وبلش الوادي يكتبني وهذا الدير اللي بيعنيه لي كتير وأنا قلت أنه السماء لقيتها تحت ما لقيتها على الجبل فوق فلقيت السماء بالوادي فلما نزلت على الوادي وقعدت تحت لفترة لأنه عبت شم بخور بلشت بلشت تنكتب يبقى الزرع جلول جلول صوات معاه والإديسين ودرب السماء نزول نزول صوب الوادي بقى النبين كملنا شوية زاكره بعدك مني زاكر ممكن أكتر من هيدا المقطع